أرحب بكم واليوم راح نتحدث عن البلوت ستركتر البلوت ستركتر يعني تركيب المسرحية كلها تصاعد الأحداث اللي تكون بيها فرح نشوف البلوت ستركتر مالت المسرحية 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 و الضمان لدينا الصراع الرئيسي المسرحية 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 هو كاثرين و راينة يتكلم عن سيرجوس و بيتكوف ستركيب المسرحية في المدينة و سيكرا دور طبعا الصراع الرئيسي أنه كاثرين و رانية كانت يخافون لا يدري ولا يدرون بأن سيرجوس و بيتكوف خاف يعرفون بالسر اللي هو بلوت شلي جابوا يومهم لفوا يومهم هيتش خافون ملعدهم فالميجر كومفلكت الصراع الرئيسي أو يعني الخوف الرئيسي اللي كان أنه كاثرين الأم و بنتها تخاف لا يدرون على بلوت شلي على موضوع بلوت شلي بأنهم جابوا للبيت لفوا يخافون من هاي النقطة ارتفاع الأحداث طبعا ارتفاع الأحداث هو عندما بلوت شلي يصل إلى البيت هو هذا ارتفاع الأحداث الكلايمكس الذروة اعتراف بلوت شلي لحب رانية و رانية اعترفت بحب بلوت شلي و كذلك لوكا و سيرجوس بدأوا يعرضون حبهم واحد اثاني يعني بدأ الاعتراف بالحب هذا الكلايمكس بلوت شلي عرض الزواج لرانية و التي قبلت و سيرجوس ايضا عرض الزواج ل لوكا اذا يعني شوف و الزواج كله يعني زواج بلوت شلي برانية من رانية و كذلك سيرجوس بلوكا هذا هي الختامية يعني ختامة المسرحية هس خلي خلي نبدي ارتفاع الأحداث خلي نعيده ارتفاع الأحداث هو عندما بلوت شلي صعد إلى الغرفة الكلايمكس هو عند الاعتراف الفولنج اكشنز هو عندما تقديم عرض الزواج و الختام هو الزواج هذا هو البلوت ستركتر لمسرحية الارمز اند ذمان بشكل عام مختصر بسيط زين يعني فاذا انت عندك سؤال او استفسار تقدر ضيفه بالتعليقات راح نجاوبك عنه ان شاء الله اشتركوا في القناة